امرأة تأتي شابة مثلا حجابها ليس حجابا كاملا سواء بالنسبة إلى مرجعها أو مرجع وإلا إذا كان بالنسبة إلى مرجعها المقدار جائز ما ليحق عليه فيأتي أبوها أو تأتي أمها أو يأتي أحد لكي يأمرها بأن تجعل سترها سترا كاملا وصحيحا لا بد أن يكون هنا رفيق هذه الطريقة التي أحيانا قد تكون من قبل ناس يجي يقول له واحد يشوف إنسان قاعد يصلي مثلا بسرعة ما عنده طمأنينة ما عنده سكينة يقول له هذه صلاة هذه أما تصلي عدل ولا تطلع من المسجد هذا عن إحساب أمر بمعروف أو نهى عن منكر ردت الفعل عادة عدم الاستجابة وإحنا عندنا مشكلة أحيانا كثيرة يعني مصائر أشخاص تتحدد على هذا شاب ييجي في المسجد بلباس مثلا في رأيي ليس لباس مناسب زايد فأقول له أنت شنو جاي في غرفة نوم حتى جاي في المكان هذا روح البس عدل وهذا فعلا يطلع وما يرجع أصلا لا إلى المسجد ولا إلى غيره من المساجد أنا جنيت عليه بهذه الطريقة أي ما أحسن هذا الأسلوب أو أسلوب آخر رفيق هادئ طيب اللي من اللطف أنا اللي مسويه بأسلوبي بعد يخجل أن ما يستجيب تشوفوا في القرآن الكريم في قضية أصحاب الكهف فد عبارة ممكن نمر عليها وأحيانا ما نتوقف عنها معا أنها منهج حياة قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا كل شيء في حياة الإنسان إذا يقدر ياخذه على طريقة وليتلطف هل الشغلة لها ثلاثة أساليب أربعة أساليب اختر ألطف الأساليب وإن كان أصعبها وإن كان أبعدها وأكثرها قيمة لأن هذا يخلي هذا الإنسان يتأثر ويستجيب إليك إن تموت ليس المطلوب منك أن تسجل موقف إيه قلت له ما قصرت إياه طيب ما مطلوب منك هذا كان المطلوب منك أن تأمره بالمعروف حتى يستجيب وأن تنهاه عن المنكر حتى ينتهي بهالطريقة اللي أنت سويتها لم يحصل أثر ولا نتيجة فجهدك ضائع فليكن الإنسان كما يقول النبي رفيقاً بما يأمر رفيقاً بما ينهى عادل فيما يأمر به عادل فيما ينهى عنه ترجمة نانسي قنقر